نظم عدد من أعيان وأهل مدينة كباو وقفة احتجاجية مما مبنى المجلس البلدي للمدينة الأهل طلبوا خلال بيان لهم وزير الداخلية بالحكومة المقترحة بضرورة تدخل وضيحا للخروقات الأمنية التي تعاني منها مدينة كباو كاتشار المخدرات ونشاط عمليات التهريب بالمنطقة كما طالب المحتجون في بيانهم بضرورة الإسراع في تغيير مدير الأمن بالمنطقة نظرا لعدم قدرته على توفير الأمن للأهل على حد وصفهم احتجاج نقذمه إلى معالي وزير الداخلية المحترم نحن نشكو في مدينة كباو من قلة الأمن والأمان من البلطجة من قطاع الطرق من المهربين من انتشار المخدرات من السطو على المنازل من عدم الأمن والأمان ليلا إذ قال الله سبحانه وتعالى ربي أجعل هذا البلد آمنا وأرزق أهله من الطمرات ما أحوجنا إلى الأمن والأمان نحن نتقدم إلى سيادة معالي وزير الداخلية المحترم بتغيير مدينة